محمد شريف بمناسبة يعني الكلام عنه محمد شريف ما زال أحد الحلول أمام لجنة التخطيط في النادي الأهلي ولجنة التخطيط فعلا طرحت محمد شريف على مرسل كلر عشان يتم تدعيم الهجوم به في الموسم اللي جاي كلر حتى هذه اللحظة ما حسامش رأيه في عودة محمد شريف وقال أنه هيكون في حل نهائي الفترة اللي جاية أو مع نهاية الموسم مع لجنة التخطيط كلر واجنة التخطيط يعني أنهم يتفقوا في حال رحل كهرباء عن الفريق نهاية الموسم لاخد تجربة احترافية في الدوري السعودي محمد شريف من ناحيته عنده رغبة أنه يكمل رحلته الاحترافية الخارجية وبالمناسبة فيه كلام أنه عنده عروض أوروبية فيه كلام بيجي من السعودي أنه عنده عروض أوروبية تقول لي هاي ممكن يحصل أقول لك ما عرفش الله أعلم هو أوروبة كبيرة يعني هو محمد شريف كان في البداية عنده رغبة أنه يرجع النادي الأهلي أنا أحكي لك القصة يعني يعني في نهاية اللي فات آه ما عنديش مانع أرجع النادي الأهلي بنهاية الموسم وأنا حاول أرجع النادي الأهلي تاني تقلق وسامة بعالي الكبير جدا ورغبة النادي الأهلي أنه يضم مهاجم أجنبي آخر مخلية محمد شريف حاسس أنه لو رجع في الفترة دي ممكن يبقى ترتيبه التالت وممكن بعد كده كمان بعد كده كمان بس محمد شريف ما زال زي ما بيقولوا كده على طاولة النادي الأهلي والتفكير فيه ما زال قائم هو وارد جدا أنه يبقى موجود مع النادي الأهلي الموسم اللي جاي لو الأهلي يستغنى عن كهرباء أو باع كهرباء لأحد الأندية السعودية دي حكاية